وصل وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند إلى هافان الخميس في أول زيارة رسمية لمسؤول بريطاني بهذا المستوى الرفيع إلى كوبا منذ العام 1959 كما أعلنت لندن أتصور إقامة حوار ثنائي بناء على مدى السنوات المقبلة حيث سنكون قادرين على رفع القضايا التي تهم الجانبين بطريقة حرة وضمن نقاشات مفتوحة وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى هافان بعد الزيارة التاريخية التي قام بها في نهاية آذار مارس الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الجزيرة الشيوعية في إطار التقارب التاريخي بين البلدين بعد نصف قرن من العداء وبحسب وزارة الخارجية البريطانية فأن هاموند سيوقع اتفاقية ثنائية بشأن إعادة هيكلة الديون المترتبة على كوبا لبريطانيا وسيناقش أيضا صبر للتعاون بين البلدين في مجالات شتى ولسيما الخدمات المالية والطاقة والتعليم